بادئ ذي بدء أثناء جدال ديلان وباران كان باران يرتفع صوته باستمرار ويضرب يمينا ويسارا كنا نعلم جيدا أن ديريا لن تغادر بسهولة الشيء الآخر الذي لا يشعر الجمهور بالرضى عنه هو حقيقة أنه تم إيلاء المزيد من الاهتمام لغلاية ديلان المجمعة مجموعة ديلان الشاطئية لم تكن محبوبة في هذه الحلقة لون القبعة والوشاح يجعله يبدو كالطفل بالإضافة إلى ذلك فإن ذهابهما باستمرار إلى نفس الشاطئ والعودة لا يخلق شرارة بينهما الأمر الذي أصاب الجمهور بالملل غادر آزاد وأصيب باران في ظهره مرة أخرى هذا ما سيحدث إذا لم يرسل ديريا بشكل صحيح أصبح فرات وديريا شريكين ولم يتمكن من نقل الأسهم إلى باران وبناء على طلب زوجته وقع بوت على الوثائق ووافق على قضية الطلاق هل سيتغير التوازن في القصر مع رحيل أزاد؟ في الوقت الحالي بول هو السيم الوحيد القادر على إدارة هذا القصر تبين أنروز هي الأذكى في المنزل يبدو أن بول سوف يحل المزيد من القضايا نام ديلان بين ذراع باران أثناء انتظاره وعندما استيقظ شعر بالخجل تمنى لو أن باران لم يلاحظ هذه اللحظات تظاهر باران بأنه لا يعرف تم وضع ديريا في الزاوية مرة أخرى وما لم يتم إيقاف هذه الفتاة فإنها سوف تستمر في التسبب في الأذى الآن بدأ يطلب المساعدة من فرات كما سيقدم فرات المساعدة لديريا مقابل التوقعات التي قدمتها لذلك سوف يحرس فرات ظهر ديريا ديريا تطلب من فرات تغيير نتائج اختبار باران باران الذي علم بدخول ديريا وخروجها من المنزل يلوم الشخص الذي ساعدها بدأت الطاقة في التعافي قليلا الآن يستطيع تحريك يديه وذراعيه بسهولة لقد طرق زجاجة الدواء وأجبر جول على إحضار أدوية جديدة وهكذا كسر حيل حسن مرة أخرى ديلانو من ناحية أخرى يتصرف بلطف ورحيمة للغاية دعه يذهب يا أزادو لن نحزن عليه كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات وكما قلنا كان من الواضح أن خداع ديريا سوف ينكشف في نهاية الأسبوع وهكذا كان تم طرد ديريا من المنزل أراد باران من ديلان معاقبة ديريا كان مكان ديريا خلف القطبان لكنها طردت للتو من المنزل تواصل ديريا إلحاق الأذى بهذا الطموح دون أن تدرك الشر الذي تفعله دخل المنزل ولعب بورقته الرابحة الأخيرة مكذبا أنه نسي جواز سفره في المنزل لقد سمم الشاي وكان باران هو من تناوله بعد شرب الشاي أغمي على باران وقد يعاني من الإغماء والتعرق وفقدان التوازن وبينما يشهد ديلان هذه اللحظات بجانبه يشعر بالخوف الشديد ما حدث فجأة لباران يخيفه ديلان هو الذي يهتم بشدة بباران ويراقب بجانبك حتى الصباح من ناحية أخرى قررت آزاد دفع عقوبتها والعودة إلى وطنها قد يكون لانزعاج باران الأسبقية في هذا القرار بعد ذلك قد يمنعه باران من المغادرة من ناحية أخرى تقع ديريا في مشكلة بعد أن هربت بثمن بخس يعلم أن باران قد تسمم بدلا من ديلان وأنه سيتم الكشف عن التسمم فيقع في المشاكل هذه المرأة لا تصبح ذكية تلقى علي ضربة في الرأس ستعود ذكره حتما نحن نختتم اليوم الأخير من الأسبوع بحلقة قنبلة أخيرا وجدنا ديريا تبكي عندما تم الكشف عن الحقيقة يشارك باران بطاقته الرابحة مع ديريا من ناحية أخرى تحاول ديريا إثارة الإعجاب بأقدامها البريئة ولكن دون جدوى كان دفاع باران عن ديلان ضد ديريا أمرا مشجعا وكثيرا ما أكد أن ديلان ليس مثله بينما كانت آزدي تستعد للهروب أكلت أيضا المال من باران دعونا نصل إلى النقطة الرئيسية رأى ديلان أن باران يؤمن به إلا أنه تحدث عن الجراح التي أحدثها في نفسه من خلال صمته وتظاهره بعدم التصديق وديلان على حق في هذا أيضا لقد مزق نفسه ليظهر في قضيته الصحيحة أخيرا رأى أن باران كان يعلم بالفعل أن ديريا مهنبة سيحدد ديلان مصير ديريا باران يدعم ديلان في هذه القضية نأمل أن يكون آخر قصر أعطي لديريا هو أن تغادر خلاف ذلك لن تتأثر ديريا بهذا وستحاول الانتقام منها السيدة أزاد ستذهب إلى مسقط رأسها إذا لم يكن هناك اعتراض يمكن لديلان وبران قضاء بضعة أيام هادئة في القصر هذا هو نذير الأيام الرومانسية كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات ديريا تحاصر أكثر فأكثر نحن قريبون من التخلص منه من ناحية حاول الزوجان حل مشكلة ديريا بطريقتهما الخاصة ومن ناحية أخرى بدأ في الشجار ديلان مثل أي فتاة ذات قلب نابض تبدأ في التهديد بالمغادرة على الفور ألا تعتقد أن ديلان على حق من ناحية أخرى يحافظ باران على ذيله في وضع مستقيم بينما يشعر في الوقت نفسه بالقلق من رحيل ديلان بدأت ديريا وأزادي يشعران بالسعادة لرحيل ديلان هذا ما لو ظهرت مباراة ديلان وباران وكنا في الزاوية المقابلة سيتم الكشف عن خداع ديريا عندما تشعر براحة أكبر قد يكون هذا هو السبب وراء إعلان ديلان أنه سيغادر مع رحيل ديريا يحتاج أزاد إلى البدء في قبول ديلان على الرغم من أن أزاد لن تكون قادرة على كسر محرماتها بهذه السهولة مع تعافي كودريت وكلمات كودريت عندها فقط يمكننا أن نرى آزاد تتحرر من أعبائها لا يستطيع باران الوصول إلى أدلة ديريا يؤذي نفسه من الغضب ويضع ديلان كريما على يديه الفتاة تنظر إليك كالطفل ماذا تريد أكثر من ذلك؟ باران يؤمن بديلان لكنه لا يظهر ذلك ديلان ينتظر باران ليقول أنت على حق مرة أخرى لكن باران يحاول أن يكون هادئا جدا يجب على باران أيضا استخدام هذا التكتيك من أجل صحة كودريت من ناحية أخرى لا يستطيع ديلان أن يتسامح مع إثبات أنديريا على حق هل تحتاجني أن أصدقك؟ بينما يواصل ديلان معركته من أجل ديريا فهو لا يحب صنط باران يشرح باران سبب ذلك يتشارك الاثنان مشاكلهما مرة أخرى ويلمسان حياة بعضهما البعض بشأن الماضي ديلان يريد من باران أن يدعمه في نظري كل شخص موجود في المكان الذي يجب أن يكون فيه